رفض أكثرية الطعون المقدمة لديه أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان 2021 بتغيير طفيف إذ خسر حزب جبهة التحرير الوطني سبعة مقاعد وتراجع عدد نوابه إلى 98 فيما أفرزت الطعون ستة مقاعد إضافية للمستقلين الذين ارتفعت حصتهم في البرلمان إلى 84 مقعدا رفض المجلس الدستوري 13 طعن لعدم استفاؤها الشروط الشكلية ثانيين في الموضوع درس المجلس الدستوري 348 طعن في الموضوع وبالنتيجة رفضها 300 طعن لعدم كفاية أدلة الإثبات أو لعدم تأسيس إعلان المجلس الدستوري سبقه إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية سلطة شكك كثيرون في طريقة إدارتها لهذا الاستحقاق التركيبة التي كانت على المندبيات السلطة المستقلة في ولاية الوطن كانت تقريبا معظمها فيها كثير من المتحزبين أو لهم ميورات حزبية وكانت بعض منهم كلهم تابعين إلى الإدارة السابقة التي كانت تدير الانتخابات لأن السلطة لم تأتي بجديد فاستندت على كل عمال الإدارة السابقة التي كانت تبعا لي وزارة داخلية المجلس الدستوري أعلن أنه استلم محاضر الفرز من سلطة الانتخابات يوم السابع عشر من هذا الشهر سبعة أيام من دراسة الطعون رآها البعض غير كافية ولا منصفة قانونيا السلطة المستقلة ظهرت على أنها كفأة وأنها قامت بالعمل في أسرع وقت ممكن ولكن بالمقابل ورطت المجلس الدستوري وأنقصت من المدة على الأقل يومين وأكثر نتحدث عن تسليم الوثيق على الثانية عشر ليلة كان المجلس الدستوري حتى خارج العمل لأنه ربما يستلمه عضوين ولكن غدا من ذلك يبدأ عملية الحساب إذن ضيعت له تقريبا يومين ونصف يعني والدستور يلزمه بعشرة أيام يعيب أهل الاختصاص على المجلس الدستوري طلبه أن يقدم المترشح المشتكي أدلة عدم إنصافه شرط تعجيزي كان مفروضا أن يكون من عمل سلطة الانتخابات المشرفة على العملية يضيف هؤلاء بإعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة يرسم بذلك أربعمائة وسبعة نواب بشكل رسمي ويضمنون مقاعدهم داخل برلمان يفتح أبوابه للمرة التاسعة في تاريخ البلاد نهت زروات إسكاينيوز عربية الجزائر